يقول كيف يعالج المسلم قسوة قلبه أنا بعطيكم قصة معي أنا في هذا الموضوع الشيخ محمد المختار الشنقيطي من مشايخ المدينة وله أشرط معروفة هو واعظ وعالم كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية في المدينة وكانت لي معه علاقة فركب معي في سيارتي فسألت هذا السؤال قلت ما هو علاقة قسوة القلب فأجابني بجواب غريب وعجيب لو سألت الآن ما علاقة قسوة القلب المتبادل للذهن ما الجواب أقرأ قرآن صح صوم كذا فقال لكلمة غيرت مجرعات حياتي قال بر الوالدين سبحان الله قسوة القلب بر الوالدين قال نعم لأن رضى الله من رضى الوالدين وسخط الله من سخط والدين فمن كان حريصا على بر والدي رضي الله عنه وبعث في قلبه السعادة والراحة من شراح الصدر ووفقه فيه مرحياته لذلك نقول بر الوالدين هو مفتاح الخير ومفتاح الرزق ومفتاح السعادة وعلاجه وعلاج قسوة القلب ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكلما ازددت من برك بوالديك وأدخلت الصرور على قلبيهما ستجد توفيقا وتيسيرا وانشراحا وراحة فنكتفي بهذا الملأ السلة نكتفي بهذه النقطة في هذا السعاد